سلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة وفي وصفة جديدة مع والد إن شاء الله تكونوا كامل ملاحظة الوصفات اليوم راح ندلكم فيها بلاي عندي بزر مدتلكم ش لبلة هكداية ليكونوا بمرقة مدوكا كيبدا شوية البرد حبيتنا بدا ندلكم هاد لبلة سورته هاد لبلة اللي راح يجيب بنين بزاف كما راح تشوف يعني يجي شباب بريزون طابل ويجي تانيك بنين وسهل يعني بزاف سهل ما فيش بزاف مكونات إن شاء الله تعجبكم الوصفة ودوك نخليكم نشوفوها بسم الله نبدو في الوصفة تعنا هنا حطيت طنيجرة فوق النار باش مدى نوجد في المرقة ندرف هذه طنيجرة شوية تعزي تنخلي حتى وين تسخن ومبعد نجيب الجاج أحا نستعمل نصف دار تعجاج يعني أم بلوند بولين نحطه في هذه الزيت نخلي هي تقلها شوية هانا بلا ما تخلوا لجاتعكم حتى وين يتحمريني حن نديره في مرقة راح نفتوهم بعد نروح ديراك نزيد له نزيد له حبة تعبصل تكون متوسطة هكذاك تسكر في جو هولو ترحوها في فلاشوار نزيدوها ونخلوا لجاتعنا يتقل مع هذا البصل ونزيد له تاني كليزي بيز قبل ما ندير ليزي بيز بيز بيانسير نملح للاصوس تعين ندير شوية تعالملح وليزي بيز كما لابدكم عني لاصوس بلونش نديرو فيها الفلفل لكحل القرفة للقرفة كالناس اللي ما يحبوها مشي لازم نديروها ونسحقوا تاني كشوية تعطون بودرة يعني حيزيدنا في البنة تعالمرقة تعالى دو كمار ما قدرت ليزي بيز نخلي لجاتعي يتقل مع هذا البصل وليزي بيز ليدرنا بشير في داديك البنة ونبعد باش نروحو نمرقة دو كمار ما قلنا لي الجاج اول بصل ملح نروح نجيب المسقون binarق مرق واحتواني تغطا لكم شوية الجاج مشي كامل باش ميجيش يعني مايه بززا مايجيش ميح هلاصوس تععكم بعد نخلي الجاج تعي طيب الجاج مايجيش بززاف الوقت يعني كيتشو تمسو هكذا تلقاوه وتخلو طياب ننحوه باسكم بعد راح هاد الجاج نفتوه كامل سما خلوه لاصوس تعاكم هكذا التغليح توني طيب لكم الجاج دوك الجاج تعيره هو طابكي ما خلوكم يعني ما يطووش بزاي في الطياب بالجاج يعني له لهي طيب نجي ننحاه ونخله يبردهم بعد انفتوه دوك وش نزيد ندير في لاصوس تعاين نجيب شوية تعزيتون دهن وايوتي يعني ما يكون بالعظم اللي تكونوا بدلتوه للماء شحال مخطع يعني تشلوه وتقعدو تبدلوه في واحد ثلاثة اخطرات هكذا تخلوه في الماء وتبدلو للماء باش نقسلو الملح ليفه هادا ومبعد نقطرو ونزيدو المرقات عنا ونزيد نمرق شوية المرقة باسك يعني نشفت شوية نمرقها ونخليها تغلي غلية ونطفي عليها منجي احدو خنا نجي بريسيبيون ندير فيه البيت البيت استعملوه يعني شحال تكونوا انتو مفضل انا استعملت هنا استحبت انتو مستعملوه حسب الكمية اللي رح تديروها نزيدلو شوية عمرقه يعني المرقة اللي طيبناها نحي وحد غراف هكذا نزيدو ونزيد تانيك شوية مرح يعني باش نملح البيت هادا وننخلط البيت تاعي هكذا خلطة خفيفة كمار ما قملت خلطت البيت نجيب الجاشتاعي اللي كنت نحيتو من المرقة وفتتو نزيدو ونجيبك البطاطة هنا عندي كمية البطاطة اللي كنت قليتها قطعتها ديكارة وقليتها يعني ملحتها شوية ونزيد تانيك شوية معدنوس نزيدهم كامل مع هاداك البيت ونخلطهم هنا قبل ما نخلط نزيد تانيك الفرماج تحبوا تستعملوا الفرماج هادا يعني يكون الفرماج بلون هاداك الطريب ولا تستعملوا الفرماج ارابي ولا تديروهم للزوج يعني حيزيد لكم في البنة نخلطهم من ملح احتوي يعني يتجنسوا هادا المكونات كامل توقيت هادا الخالط اللي وجدنا رح نطيبو في الفور رح نديرو نطيبو يعني يفدي رامكا استعملوا اي نوع تعالي رامكا يكون عندكم في الدار انا استعملت هادا على بتاعة تاعة على بينامهم كامل عندكم كامل شرية واحد الاخد كانوا يديراوا ستابع عشرين أرضو كامزادوا ميديرو ستاب خمسة عشرين واشو انديرو هادا كون هانتوهم يعني ما بالمارغارين ونبدأ نعمر في ذلك الخالط عمروهم حتى الفور يعني ماش هفيد كملوا عمروا كامل اربام كانت عاكم انا خرجت لي سته او واحد يعنى اربام كامل احد اخر مدور دخلهم من الفور نزيدوا ونطيبوهم علي مئتين وخمسة اقدة كتم تم يعني البدايطيب بالخف انظروا وعودوا وخرجوهم ها ملك دوكا مطابولي البططة هذه اللي طيبناها نجيب رامكان واحد ونجيب تبسي لحن سقيفة نقلبها عليه وننحيها منهم بعد نقلبها على وجهها اللي يكون محمر هنا كي قلت لكم حتويني نشفه يعني ما تخلوهم حتويني نشف كاميرا ذاك البيض وبعد يقولي صامت يعني يقولي تقيل سمعني خله شوية لداخلك هكذا كان يكون شوية مش مخبص قدرنا نلاصص فيه الداخل ما تنساش ومبعد نديرها في تبسي نجيب المرقة هذيك اللي طيبناها بالزيتون ونسقيها كامل هكذا صاير داير على هذك البططة بالبيت اللي وجدناها ومن الفوق يعني نشبح البلاتة عنا بشوية عمعدنوس هكذا نرشوهم من الفوق مرقب زيتون وواجد ان شاء الله هالوصفات تكون عجبتكم كما راكم تشوفي يعني يجاش باب ويشهي وبنين متزاف يعني ان شاء الله هتسيوا باسك بزاف بنين اذا عجبتكم الوصفات على اليوم متنساوش تديرو جام تابوني وتفعلوا الجارس بيش تحقوكم كامل وصفات تاوي زيدوا تدخلوا الى انستاقرام والقروب فيسبوك تعالي تلقاهم من تحتها في صندوق الوصف اابوني وفيهم هاو اللي كفاش يجي من الداخل يعني كيما قدكم خلوه ميطيبش بزافش ما ينشفش بزاف ومع هذيك المرقة احي يجي هاي دوك انا نحقنا الله فانت على الفيديو ما بقى لانا نقول لكم تهى الله في رواحكم تنموا الوصفات الجايين وتبقى مع الاخر